اناب حضرة صاحب الجلالة ملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لحضور مهرجان كأس جلالة الملك المعظم لسباق الخيل والذي نظمه نادي راشد للفروسية وسباق الخيل هذا اليوم على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالسخير ولدى وصول صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى نادي راشد للفروسية وسباق الخيل كان في استقبال سموه الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني وعدد من أصحاب السمو المعالي وسعادة من كبار المسؤولين وقد حضر السباق سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حماد الخليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وجمهور كبير من محبي رياضة سباق الخيل وقد أكد صاحب السمو الملكي وللعاد رئيس مجلس الوزراء على ما تحظى به رياضة سباقات الخيل من اهتمام مستمر من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مما أسهم في مواصلة مسارات تنميتها ودعم خطط تطويرها مشيرا سموه إلى أن سباقات الخيل تشكل جزءا أصيلا من الموروث الحضاري والثقافي لمملكة البحرين الذي نحرص كل الحرص على الحفاظ عليه باعتبار أن تراثنا أساسا ومنطلقا لكل مناح التقدم والتطور وقال سموه إن من نشهده كل عام من تنظيم مميز لسباقات الخيل المحلية والدولية نعتز بأن سبب تميزه أبناء البحرين قد عزز من مكانة المملكة كوجهة رائدة في تنظيم واستضافة سباقات الخيل ويجسد ما تمتلكه من إمكانيات ومقاومات استثنائية أسهمت في مواصلة تعزيز موقعها على خارطة سباقات الخيل الدولية مشيدا سموه بما تحقق من إنجازات وتقدم في قطاع سباق الخيل والذي يأتي نتاجا للجهود الدؤوبة والمساعي المتواصلة من أبناء الوطن كما نقل صاحب السمو الملكي وللعاد رئيس مجلس الوزراء تحيات وتهاني حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى الملاك والمضمرين والفرسان الفائزين بكؤوس جلالة الملك المعظم مشيدا بالمستويات الجيدة والمنافسات القوية التي ظهرت بها جياد الاستبلات المشاركة في أشواط السباق وعكست ما وصلت إليه رياضة سباقات الخيل من مستويات متقدمة في مملكة البحرين وأعرب سموه عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها نادي راشد للفروسية وسباق الخيل والهيئة العليا للنادي برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل وما يطلع به النادي من دور هام في تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة متميزة في تنظيم واستضافة بطولات وسباقات الخيل ومواصلة تعزيز أهمية هذا القطاع من خلال تنفيذ الخطط والمبادرات الداعمة لتحقيق الأهداف المنشودة وفي ختام السباق تفضل صاحب السمو الملكي وللعاد رئيس مجلس الوزراء بتتويج الفائزين حيث قدم سموه كأس جلالة الملك المعظم للجياد المستوردة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ثم قدم سموه كأس جلالة الملك المعظم للإنتاج المحلي إلى المالك الفائز عبدالله سامي ناس كما قدم سموه كأس جلالة الملك المعظم للجياد العربية إلى المضمر الفائز عبدالله كويتي فيما قدم سموه كأس الميثاق إلى سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة مع المضمر الفائز سعيد بن سرور كما تسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة كأس شركة بابكو انرجيز للشوط الثالث من السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو انرجيز الذي قدم كأس الشوط الثامن إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة فيما قام سيد فراس بركات مدير مجمع الأفنيوز البحرين بتقديم كأس الشوط الثاني إلى الملك الفائز خالد عبد الرحيم فيما قدم سيد يوسف بوتشيري ممثل شركة بناء كأس الشوط الرابع إلى المضمر الفائز ألين سماث وكان سباق كأس جلالة الملك المعظم اجتمل على ثمانية أشواط